اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في هذا اللايف الجديد في يوم الاحد ثمانية اوت 2021 السبب هذا التدخل القاسير هو تعقيب على الكلام الذي جاء به عبد المجيد تبون الرئيس المعين من طرف قيادة الجيش الجزائري الجنرالات الذي كان على رأسهم في ذلك الوقت الفريق احمد قيد صالح ومجموعة من الجنرالات والعمداء والالوية الذين كانوا يشكلون ولازلوا بعدهم شنغريها الذي اصبح ديواء الذين كانوا يشكلون قيادة الاركان الذين عينوا وفرضوا على الشعب الجزائري هذا الشخص كرئيس للدولة بدون ان تكون هناك انتخابات حرة او فرصة امام الجزائريين والجزائريات في الترشح او التقدم لهذه الانتخابات بحرية او تكون هناك كلمة حقيقية للشعب الجزائري في اختيار الرئيس او في اختيار المسار السياسي الذي كان يريده الحراك سواء الذهاب الى مرحلة انتقالية او الذهاب الى انتخابات تشريعية او الذهاب الى انتخاب مجلس سلطاني التأسيسي او العبور عبر انتخاب رئيس وثم مجلس سلطاني التأسيسي او مجلس تشريعي لصياغة الدستور مجددا او كتابة الدستور او حتى يعني نظر في الدستور ونظر في بعض مواده وفي تقسيم وفصل السلطات والتوازن بين السلطات وخاصة ارجاع السلطة للشعب والسلطة التأسيسية للشعب في ذلك الوقت رفض الجنيرالات عفوا وعلى رأسهم الفريق احمد قيد صالح ان يسلم السلطة للشعب وقال انه هو الذي في خطاب من داخل تكنة هو الذي اعلن عن انتخابات وهو الذي اصدر قرار بان تدعى الهيئة الناخبة جزائرية لكي تنتخب في 12-12-2019 في انتخابات مزورة والتي رفضها اغلبية الجزائريين والتي قطعها قطعها اغلبية الجزائريين في الداخل وفي الخارج ورأينا يعني بعد تعيين تبون كانت مسيرة حاشدة في المدن الجزائرية خاصة المدن الكبرى وكذلك يعني مقاطعات كبيرة لها تلك الانتخابات ولقرارات تبون السياسية والتي لا يعتبرها الجزائريين يعني قرارات شرية اليوم يعني بعد تعيين او يعني فرض على الجزائريين كذلك فرض عليهم دستور دستور نوفمبر 2020 وفرض عليهم انتخابات تشريعية او برلمان مزور كما هو تبون مزور اليوم الجزائر تعيش ازمة سياسية وازمة صحية وازمة اقتصادية واجتماعية يعني دات معالم خطيرة وخطيرة جدا الكل كان يقول اين هو تبون اين هو تبون اولا انا اريد ان اقول ان في هذا التدخل قصير يعني اريد ان اوضح يعني ماذا عفوا واستسمحكم على هذا المصطلح ولكن الله غالب ما لقيت مصطلح اخر ماذا غباء هذا الانسان الذي عينه الجيش او قيادة الجيش على رئاسة الدولة ماذا غباءه ماذا يعني محدودية تاعه في التفكير وفي الكلام وفي شخصيته وكذلك لا اريد هنا ان اساهم في نوع من البروسيس يعني نوع من السيناريو السياسي الذي يريد البعض تسويقه في الجزائر ان المشكلة في الجزائر هي تبون كما كان يريد البعض من قبل يقول ان المشكلة في عدم استقلالية العدالة هي زغماطي ها وراحة زغماطي ولكن يعني هل اطلق صراحة مسجن سياسي لا هل توقف النظام على سجن الناس ظلما وعدوانا لم يتوقف يعني المشكلة ليست في الاشخاص التي تكون على رأس الوزارات او على رأس الجمهورية لانهم يعني كما يقولون خمسين عند الجنيرالات هم مجموعة من الاداريين سلي فونكسونير موظفين لا حوله في الاصل لا حوله ولا قوة لهم لكن يعني حتى في المستوى تعاد الموظفين ردنا لحدنا تراجع رهيب في المستوى خاصة على هرم اعلى مؤسسة في البلاد وهي مؤسسة رئاسة الجمهورية اليوم تبون يقول في التصريح ان الحكومة سوف تقرر اليوم كان اجتماع المجلس الموزراء سوف تقرر رفع علاوة البطالة يعني كله انها في الجزائر احنا عدنا علاوة بطالة او الطامة الكبرى الطامتين الاولى انه هذا الرئيس المعين لا يعلم انه البطالة في الجزائر لا ما عنده ما عنده حتى علاوة شهرية ما عنده حتى بونسيوم ما عنده حتى دخل يعني الحكومة الدولة الجزائرية ليست معنية بالبطال اصلاً هي ليست معنية بسبل ايجاد له منصب شغل تانياً هي ليست معنية به اجتماعياً لتوفير له نوع من الاعانة المادية كي يعني يتجاوز مرحلة البطالة بطريقة يعني بمستوى اجتماعي مقبول حتى ما ينزلش يعني ما يروحش منطقة الفقر ونساعدوه اجتماعيين ومدين حتى يتجاوز سلك المرحلة التي هي من المفروض انها تكون مرحلة ضرفية حتى عفواً يجد عمل او يعني يجد يجد ستاج يجد فورماسون باش يتعلم يعني مهنة ويدخل بها سوق العمل دولة الجزائرية لا تتكفل بالبطال ابداً لا من ناحية التموين المادي ولا من ناحية ايجاد فرص العمل ولا حتى من ناحية يعني التكوين المهني الحقيقي الناجع الذي سوف يعني يمنح ذلك الشاب والشاب البطال فرصة في ايجاد فرصة عمل اليوم تبون يقولك سوف النار رفع من علاوة البطالة او البطال يعني باش تفهموا اخواني اخواتي وانا اظنوك مراكم فهمينها ولا هذا تأكيد يعني طام ما انو رئيس الجمهورية بين قوسين يتكلم من هذا الكلام باش تفهموا اخواني انه هاد الناس لا يعيشون معنا نهار كامل هو اعلامهم يقولك الناس اللي راهي في الخارج وما تعرفت الجزائر وراهي من وراء البحار وراهي تروج لكلام خاطئ ولكن شكون اللي راهوا يروج لكلام خاطئ المعارضة الوطنية التي تحب بلادها هذه راهي يعني مجموعة منها راهي في الخارج ومجموعة منها راهي في الداخل ومجموعة منها راهي في السجون يعني هذه المعارضة لتعرف الظروف المعيشية للمواطن والحقوق المهدومة للمواطن ولهذا الرئيس الذي يتكلم عن علاوة علاوة للبطالين هي اصل هذه العلاوة غير موجودة في الحقيقة وطبع ما الاخرى انه الصحفي المرتزق او الصحفيين المرتزقان الذي يعرفهم من الناس العام الخاص وخاصة هذاك اللي كان مدير جريدة الخبر والان راه مدير اليداع الوطني على ما اظن يقولوا اسكوب هذا اسكوب يعني اسكوب اعلامي او معلومة حصرية تحصلنا عليها راهي فرحان لانه كصحفي تحصل على اسكوب نحن نعلم انه كل الصحفيين المحترفين المحترمين يحوسوا على اسكوب يحوسوا على اسكوب وهذا هذا من مهنة مهنة الصحافة يقولك اسكوب يعني اين اسكوب يعني يسي يسي المرتزق الصحفي يعني يعني حتى الصحفيين يعني انهمش مستوى سواء معنوش مستوى سواء يسي منبطحان انبطح لا لا لمثيلة له ولا بلك هما كذلك ما مش عايشين مع الشاب يعني لا يعلمون أنه البطال في الجزائر ما عنده حتى علاوة يعني عن أي علاوة بطال أراكم تتكلموا بش نرفعوها ولا ما نرفعوها يعني رداءة في الكلام رداءة في الأداء ما استهاش ما استهاش مقبل زيد يقول لك في في الشق الثاني يقول أنه الدولة الجزائرية مبنية على الجيش والجيش الجزائري هو العمود الفقاري لهذه الدولة والناس اللي راه يتهاجم في الجيش قبل ما نروح لهذا الموضوع يقول نرفعو علاوة البطالة بش منخليه الشباب بتاعنا عرضا للناس اللي راه يتروج لهم يعني يتكلموا عن الناس اللي على المعارضين اللي راه في الداخل اللي راه في الخارج يعني يا السيتبون ويا أيها الجينيرالات ربي يهديكم الشباب الجزائري يعيش المعاناة ما يحتاجش يدخل فيسبوك ما يحتاجش يروح لتويتر ما يحتاجش يدخل في يوتيوب ولا في انستغرام ولا في تيكتوك ما يحتاجش يشوف اللايفات تاع الناس ما يحتاجش يقرر الجلائد باش يعرف المعاناة اللي راه عايشها الشاب الجزائري وخاصة البطالين منهم يعني عايشين المعاناة الاجتماعية الاقتصادية المادية الصحية التعليمية السكنية عايشينها في يومياتهم يعني في الكوتيديان ديانهم يعني الشاب الجاي البطال في ورقلة ولا في أدرار ولا في تيزيغ الناف ولا في مشرية ولا في العاصمة ولا في بنيورتيران ولا في خنشلة ولا في سكيكدا ولا في جيجل يحتاج يدخل شوف لايفات تعفلان أو فنان باش يعرف بلك راه يعيش معاناة ولا باش يعرف أنه محروم من حقوقه أو أنه مظلوم أو أنه يعيش في بلد لا يوفر له أدنى الشروط المعيشية والصحية والتعليمية لا يحتاج لايفات ولا يحتاج السامع لأي شخص لأن المعاناة راه المعاناة مادية من الموسى يومياً يعني هذا الشبادي يسنى الناس باش يقولوا له يا سيتوبون ويا جنيارات الفرساد ربي يهديكم ربي يهديكم الطريقة التي انتهجتموها طريق خاطئة وطريق هاوية قد بعيش سر لقدر الله تؤدي ببلدنا إلى 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 نقدر نقوله تؤدي بالدولة إلى الزوال لأنه الدولة المنحلة أو إحلال الدولة نهاية تعهو الزوال ولنا في التاريخ المعاصر وفي التاريخ القادم حضارات وحضارات اندثرت اندثرت من على وجه الأرض لأنه حكموها من ناس ما عندهمش أهلية الحكم وما عندهمش شرعية الحكم وما عندهمش نجاعة الحكم كما انتم من يراكم اليوم في الجزائر لسيخونة يتكلم على رفع علاوة البطالة هي العلاوة البطالة التي هي ما تكزيستيش أنها تكزيستيش غير موجودة في الأصل وهما لا يعلمون أن البطالة الجزائري لا تأتيها أي علاوة من العلاوات الاجتماعية من طرف الدولة الجزائري الشق الثاني من هذه المداخلة القاسرة عندما يتكلم تبون عن الجيش وما كانت الجيش في الدولة الجزائرية ويقول أن الجيش هو العمود الفقاري للدولة الجزائرية والناس اللي راهم يضربوا في الجيش حبوا ينحلون هذه الحماية أولا ياسي تبون إدارة وياسي تبون وياسي شنغريحة وياسي جاهد وياسي زار وياكل من هو جنرال أو لواء أو فريق متمكن من الشأن السياسي لأنه ليس كل الجنرالات متمكنين من السلطة ومشأن السياسي نتكلم من الناس اللي رفيدها السلطة من جنرالات الأركان ومن ضباط المخابرات السياسية المعارضة الجزائرية معارضة وطنية المعارضة الجزائرية ليست ضد الدولة الجزائرية المعارضة الجزائرية سواء كانت في الداخل وفي الخارج ما عندهاش حقد على الدولة وما عندهاش حقد على الجيش المعارضة الجزائرية لا تريد حل الجيش المعارضة الجزائرية لا تريد إضعاف الجيش المعارضة الجزائرية لا تريد إضعاف الدولة ولا الانتقام من الدولة أو من الجيش أبدا المعارضة الجزائرية تريد بناء دولة قوية والدولة القوية لا تبنى بالجيوز الدول القوية يا إخواني ويا أخواتي وكما قالها بيان أول نوفمبر وبيان مؤتمر الصمام لأنه نرجع بيان أول نوفمبر هو استدلبه سيت بول المعارضة الجزائرية تريد بناء دولة المؤسسات السياسية الشرعية التي يكون فيها الجيش الجزائري كجهاز أمني جهاز الدفاع الوطني قوي بمخابرات داخلية وخارجية بقوة بحرية قوة جوية قوة برية من أقوى ما هو مشهود عليه في البحر الأبيض المتوسط في القرى الإفريقية وفي شمال الإفريقية وفي المنطقة المغاربية ولكن يكون تحت إمارات وزارة الدفاع مجموعة من التقنيين من السياسيين من العسكر من الجنيرالات يخمموا كامل في تسيير سياسة دفاعية سياسة استخباراتية سياسة أمنية وطنية ناجعة ماشي يعني جنيرال دافنتري ولا جنيرال دافياسيون ولا جنيرال تاع البحرية يجي يحكم في البلاد أبدا الحكم العسكر إن داتار حكم العسكر وران نوشي الحدود تأو في العالم العربي وفي العالم الآخر أكوشفتوا يعني الشيلي كيحكموها العسكر والشيلي اليوم شوفوا تركيا يعني كنوا حكمينها العسكر وكيفاش اليوم شوفوا ماليزيا وشوفوا مصر لم حكمين العسكر ونراهي مصر اليوم فأي مستنقع راهي مصر اليوم شوفوا سوريا حكموها الأسد وجنيرالات العلويين كيفاش راهي سوريا اليوم اليمن يعني لن نريد أن نصل بوطننا لهذه الدرجات الدولة لا تبنى بالجيوش الدولة تبنى بالشعوب وجود الدولة أصله الشعب الشعب هو من يحتاج إلى وجود الدولة لخدمة مصالحه وفي هذه الدولة داخل مؤسسات الدولة كان جيش كجهاز أمني كجهاز عسكري تحت إمرة مؤسسة هي وزارة الدفاع داعي وزارة الدفاع في مؤسسة اسمها الحكومة الحكومة تكون منبثقة من أغلبية برلمانية في مؤسسة اسمها البرلمان اكسترا اكسترا ماذا شي جينيرال يجي يخطب عليها في تليفزيون ولا جينيرال يجي يعطيني درس في العلوم السياسية ولا جينيرال يجي يقول لي الجزائر مهددة ولا ماشي مهددة سي تبون في كلامه يستدل يقول لك الجيش والجيش لأنه الجزائر تورية الجيش الجزائري هو العمود الفقاري للدولة لأنه احنا دولة بلد توري ويستدل بين أول نوفمبر أنا أقول لتبون بالك ما قريش أبين أول نوفمبر وبالك نحلف بالله بالك ما قريتوش وبالك ما تعرفش كونك تبين أول نوفمبر يا سي تبون يعني لو لنا نهضوا على بين أول نوفمبر راو هنا قدامي والناس يدخل جوجل يلقاوه بالعربية والفرنسية أولاً اللي كتبين أول نوفمبر مشي عسكر اللي كتبين أول نوفمبر مناضلين سياسية مبادقين من حركة الوطنية أحمد بيطاط مناضل سياسي رحمه الله الشاهد العربي بالمهيدية مناضل سياسي رحمه الله الشاهد ديدوش موارد مناضل سياسي رحمه الله الشاهد بإذن الله كريم بالقاسم مناضل سياسي رحمه الله الشاهد مصطفى بن بولعيد مناضل سياسي محمد بوضيف رحمه الله والشاهد بإذن الله مناظر سياسي كذلك عمره ما كان جنيرال عمره ما كان كولونيال تحزب الشعب الجزائري ومختلف مش كان تمثل الحركة الوطنية ما كانوش عسكر ما كانش عندنا جيش كانت أحزاب سياسية حركات سياسية لحقت الواحد الانسيدات خرجهم جموعة من الشباب والربعة اللي كانوا في الخارج ما بينه أيت حمد رحمه الله خيدر وبنبله ما كانوش عسكرين كانوا سياسيين واجتماع 22 كذلك كانوا سياسيين في سالون بي واللي استقبلهم في داره في سالون بي سياتت كذلك مناظر سياسي وداخل بيان ياسيت بون وهذه يطمى أنه رئيس الجمهورية يجهل بيان أول نوفمبر يعني يستدل بيه يقولك إحنا أصلاً دولة عسكرية لأنه بيت دولة عبين أول نوفمبر ما تكدابش إذا أنت جاهل إحنا ماشي جاهلين ياسيت ببون إذا الجنرالات والصحفيين مرتزقة لي كانوا يحاوروا فيك جاهلين الشعب هذا ماشي جاهل تاريخه الشعب هذا يعرف يقرأ أول نوفمبر وش يقول بيان يقول أيها الشعب الجزائري يخاطب الشعب يقولك هذا هو نص نداء وجهته الكتابة العامة هذا راح فيه لسيتان تنتع وزارة الاتصال لي يتحكم فيها بالحيمة نداء للشعب الجزائري هذا هو نص أول نداء وجهته الكتابة العامة اللي جيبها التحقيق الوطني إلى الشعب الجزائري لسيك خطرية جنرال ديوا فانان ما كانوش عسكر ما كانوش جنرالات ما كانوش دي كوموندون ما كانوش دي سيرجون هذا لا يعني أنه الشق العسكري ما كانش حاضر في التورة التورة في نوفمبر لأنه نداء إلى كفاح مسلح ويه ولكن نداء جهة من عند السياسيين الإطار السياسي وحتى الكفاح وحتى تكلموا على حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمساواة تكلموا عليها سياسيين رسموا الخارطة التاريخ تحتورات الجزائرية سياسيين لذي داروا اجتماع معتمر صومة كانوا مناضلين سياسيين القاوروحهم كما زيغوت الله يرحموا القاوروحهم في الجبل الغارب إذا توابليجي يصننون ميليتر من الألبا سيتي دي سيفين سيتي دي ميتون بوليتي زيغوت يوسف الله يرحموا كان مناضل سياسي في الحركة الوطنية بن طوبة الله يرحموا كامناضل سياسي في الحركة الوطنية عبان رمضان كذلك وبعد ذلك كان مناضل سياسي في الحركة الوطنية إذا يلا ما تعرف نيداع أو بين أو نوفمبر أيها الشعب الجزائري وكلمة الثانية وش يقول أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية أيها الشعب العامة الشعب وايها المناظلون المناظلون من اجل القضية الوطنية لا قالش ايها الكولونيال وايها الكوموندو واو ايها الدباط او صف الدباط ما كانش عندنا جيد كانوا عندنا مناظلين كان منهم يساريين كان منهم تيار وطني كان تيار عروبي كان تيار برباري كان تيار يساري كان تيار اسلامي من جمعية العلامة المسلمين توسا هذا الاختلاف هذا الكل كان شكل الحركة الوطنية دي كانت حركة وطنية سياسية بالعيوب تها بما المحاسستها لخرجتنا أول نوفمبر وش يقول أنتم لا دينا ستصدرون حكمكم بشأن يقول أنتم لدينا ستصدرون حكمكم بشأنsta نعني الشعب بصفة عامة والمناظرون بصفة خاصة نعلمكم أن غراضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل بأن نوضح لكم مشروعنا الهدف والهدف من عملنا ومقومات وجهة نظارنا الأساسية إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية لأن أغلبيةهم كانوا يفساريين والاستعمار كان استعمار إمبريالي وعملاءه الإداريون بعد محترفي السياسة الانتهازية ويكمل فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة وطنية بعدما راحلنا الكفاح قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية فإذا كان هدف أي حركة تورية في الواقع هو خلق جميع الظروف التورية للقيام بعملية تحرارية فإننا نعتبر الشعب الجزائري وأوضاعه الداخل المتحدة حول قضية الاستقلال والعمل أما الأوضاع الخارجية في الإنفراج الدولي يتكلم على الاستقلالات في العالم العربي ويتكلم على الأحداث في المغرب والتونس لأن الجزائر لم يكنت مفصلة على الجوار المغاربة التي كانت وما زالها عايشة فيه ويقولك أن المرحلة خاطرة أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيل رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناظنين ياسي تبون أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا وضعية إنسيدات التي وصلت لها الحركة الوطنية وتجدوبات مع أحمد إسرائيل الحاج والمركازيين يقول مجموعة من الشباب المسؤولين المناظنين الوعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي تزال سليمة ومصممة أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق التي أوقعها فيه سراع الأشخاص والتيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية التورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين يعني بعد سياسي رؤية سياسية رؤية ضد إمبريالية رؤية مغاربية شمال إفريقيا رؤية تحررية رؤية سياسية ياسي تبون ونضال وأبين كتبوه سياسيين وبيان بعتوه الشعب الجزائري والمناضلين السياسيين بالخصوص دي جا كلمة جيش ما كانش يعني أول كلمة لجيش تسمى مؤتمر المسترح نصبناه في مفرزات مخرجات بيان تعمل مؤتمر الصمام يعني هنا ما كانش يتكلموا على الجيش ما كانش يتكلموا على العسكر كفاح من أجل الاستقلال نعم من أجل بناء الدولة الجزائرية مستقلة دات السيادة في إطار واجتماعية ديمقراطية واجتماعية في إطار مبادئ الإسلامية ما قالوش عسكر ولازم الجيش يكون هو هو كماش قال هو كرون في اغتيب غالت على الدولة لا ما بنواش على العسكر بنواع على الكفاح السياسي ليه يدخل فيه الكفاح المسلح بيان شير الهدف وش يقول أهدف تعاول نوفمبر يا سيتبون الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية دات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية احترام جميع الحريات الأساسية يحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي ولا ديني الأهداف داخلية تطهير السياسي بعدة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على جميع مخلفات الفاسد وروح الإصلاح التي كانت عاملاً هاماً في تخلفين الحالي تجميع وتنظيم جميع الطاقات سليمة لدى الشعب الجزائري لتصوية النظام الإسلامي للكيداسيون دوريجيم كولونيال أهداف خارجية تدويل القضية الجزائرية تحقيق وحدة شمال إفريقيا داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي في إطار المتقل من المتحدة وسائل الكفاح يسجم مع المبادئ التورية واعتبار الأوضاع الداخلية والخارجية فإننا سنوصل الكفاح بجميع الوسائل التي حتى تحقيق هدفنا إن نجب التحقيق الوطني لكي تحقيق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسية في وقت واحد وهم العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي سواء في الميدان السياسي ابداوا بالميدان السياسي لذيوم جيت تخرط علينا وتقولنا أنه العمود الفقاري للدولة الجزائرية والجيش لأنه أبين أول نوفمبر ما تكدبش رانا نعرف ونقرأ العربي ونقرأ الفرنسي وش يقول إن جبهة التحرير الوطني هذه في وسائل الكفاح لموين دولوت إن جبهة التحرير الوطني لكي تحقيق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المهض والعمل في الخارج لجعل قضية جزائرية حقيقية واقعة في العالم كله وذلك بمساندة كل حلفاءنا الطبيعيين ناس لكانوا في الكفاح ضد الاستعمار في ذلك الوقت هذه مهمة شاقة تقيلة العب وتطلب كل القيوة وتعبئة كل مواد الوطنية وحققة الكفاح سيكون طويلا ولكن نصر محقق وفي الآخر يعني حتى كلمة كفاح مسلح ما تكلموش عليه علما أنه الطورة كانت مش تكون مسلحة لأنه العمل السياسي وصل انسداد مع السلطة الاستعمارية في ذلك الوقت ولكن هم حتى في الصياغة تعلميان كلمة كيلفاح المسلح ما حتمكتبوه كيفاش تجي اليوم يا سيتبوه وتقولنا أنه الجيش هو العمود الفقري لدولة جزائرية لأنه بين الأول نوفمبر تتمسخر بينا انت سيتبوه حاسبنا احنا ما نعرفوش نقرعه ما نعرفوش تاريخ داع بلادنا إنه هادي وش يقول جبت تحيير الوطني في وقت واحد وهو العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحد ما قالوش حتى الميدان العسكري أو في المجال العسكري كيفاش يتبوه نتقولنا أنه هاته الدولة يكون عمود في قريب التحاء الجيش عملا بأباين أول نوفمبر إلى أول نوفمبر ما يحكيش عن الجيش ما يحكيش حتى الكفاح المسلح وكي تكلم عن العمل السياسي والكفاح السياسي يخاطب بعد ما يخاطب الشعب الجزائري في عامته يخاطب المناظرين السياسيين جاء مؤتمر الصومام كمؤتمر منظم للتورة الجزائرية ما تكلم على مكان الجيش تحيير لأنه الكفاح كان مسلح في الجبال ونظم الجيش تحيير ونظم الحكومة ونظم مؤسسات دار مؤسسات للتورة ما بينها المجلس الوطني للتورة الجزائرية وقيادات في الداخل وفي الخارج وقال قالوا السياسيين من بن طوبال عبان رمضان زيغود يوسف كريم بالقاسم العربي بن مهيدي قالوا أولوية السياسي على العسكري فأولية الدخل على الخارج لأنه فهموا أنه الناس يكون عندها سلح في إيدها اللي عنده الكلاس واللي عنده المات كارونت كات في إيده هو يحاول رح يفرد الرأي تعل الأخارين بقوة سلاح فهموها هادو الأباء المؤسسين سيليبقى فونداتور دو la غيبوليصان الجنية تبون قالوا أولوية السياسي على العسكري وقالوا أنه من أهداف هاته تور للتورة العامل السياسي رح تقرأ قرأ بالعربية وقرأ بالفرنسي اليوم حبيتوا ترجعونا الجيش هو ربونا الأعلى لا الجيش نعتزوا به الجيش ديالنا الدباط والصف الدباط والجنو الجزائريين ولكن ما يحكموش فينا اللي يحكمو فينا ياسي تبون هم الناس اللي نتاخبوا عليهم بحرية ولينا قدروا نحيوهم عبر الانتخابات بحرية ما جيش تهدد من تبخي طيب باسكو عندك سلاح وعندك الشار وعندك طيارة وعندك الميق وعندك الريكوتير نو وماشي هذا هي النهج ننته جاته التورة الجزائرية لا في بيين أول نوفمبر ولا في مخراجات مؤتمر الصومة ما تقدبش يا سيتبون وهدو حشاكم حشاكم وحشا قدركم سمحولي على المصطلح الحمير اللي كانوا يسقسيوا فيز عمال دي جورناليس واحد فيه ما قدر يقول لي يا سيتبون ما كاش من هذا بجا كتبون تبين أول نوفمبر ما كانش وبالك نحطيه دي في النار ما قرأوش تبين أول نوفمبر معنى ده هو الرئيس يتبتو يا يا خلقنا جنيرالات رئيس لا يفقى حتى في تبين مؤسس للدولة جزائية المعاصرة ما كاش الأوكسيجان قلنا وش عليه ما كاش التري سي تي قلنا وش عليه ما كاش الدواء قلنا وش عليه هاول بالك ما كاش الفارينة في الحميز الناس ماكلتش الخبز وانا وش عليها حتى حتى الوتيقة المؤسسة للدولة الجزائية المعاصرة ما تعرفوهاش ما قلتوهاش وجوه تكتبوا علينا وحاسبين نحن ما نعرفوش ما نقراروش ما نعرفوش تاريخنا يعني دول الجوار يسرعوكم يضحكو عليكم يقولك هادو الناس جهلي هادو الناس ديرين رايس ما يعرفش تاريخ تاريخ وطاريخ معاصرة ماش نحكيلك عن قرن السابع عاصر وخامس عاشر ونحكيلك عن فانت يمسيك بقى من عشرين هلا يا سيتنبول ما عندك مستوى رح ودخل البار يا سيشنغريحة ويا سيقايدي يا جينا رالات البيلاد نراكم دخلتونا في واحد الرداء اللي عمرنا كجزائري ما كنا نتصوره ونندخلو فيها دخولت حتى الوتيقة المؤسسة للدولة الجزائرية المعاصرة ما تعرفوهاش وتكذبو علينا بيها وتسدنا هنا أنه نحن نمنوكم لا ماشي عاج دارانا في القرن 1-2 سنين الناس دخل جوجل تقرأ كان كلش يعني معلومة بمتناول كل الناس يبارح يحكو لي الناس في أعالي العاصمة في حي دير إبراهيم من أرقع أعالي العاصمة ليه الكامل ما كاش تلسي دي ليه الكامل كهرباء متاج يحكو لي حتى الناس اللي عندهم مرضى في الدار مبرانشين بالاكسجين حتى عيطوا لزنبيرانس بالجوية الدور كان يعطوا لزنبيرانس بلدير بسكو عنهم درعان ما كاش تلسي دي دير إبراهيم الفارينة ما كاشو الحميز الخبز وزيد اليوم جيت حكينا على العمود الفقاري للدولة الجزائرية ونرفع علاوة البطالين اللي هي أصلا غير موجودة يعني هدا رايس ولا حاكم وهادوك الصحفيين يقولوا هذا سكوب سكوب وين يقرعوا عدلناس وين يقرعوا سيكون لير نيفو وين يقرعوا وش هوا مستوىهم تقافي العلمة وش عندهم ونحب ندخل مخوة ومشوفوش كين الداخل كسكيزون دون نصير فالدلعبان يخواني أخواتي سمحوني بالك زعفت شوية لأنه منحبس ليلعب التاريخ خاصة تورا ليلعب الوتائق الرسمية والمؤسسة لهذه البلاد ولهذه الدولة واللي ماتوا عليها مليون ونصف عشو هادا من الرجال والنساء وجيت يتلعب بيها ويتمسخر بيها ويكدب صار جانبا بس كون بور مارس يساكري بور مارس ديكرا صوني بور المنظام بوعتمر سوم تورا جزائري يساكري بلي ديف ولي فيها بس كوني أنه عمل إنساني سيساكري ماتجيش تكدب عليها بتوع ماتجيش تمس خربية بتوع ماتجيش تمس خربية تقولي نزيد لك لالوكاسون الشوماج سمحولي بلا كان مشكلة في الكونيكسيون أنا نقول تضامن كل تضامن مع إخواننا اللي راها مرضى تباعد اجتماعي الاحتياط تضامن بالدواء تضامن بالمال تضامن بالجهزة التنفس الخزوية العار على وزارة الخارجية اللي را يدير العرقيل أمام الجالية لإيصال مساعدة الإنسانية والصحية والطبية للجزere الحرية لكل سجناء السياسيين الحرية لإبراهيم العلامي الذي يستغيث من سجنه الحرية لإبراهيم العلامي الحرية لإبراهيم العلامي الحرية لأمصطاف Snyder النحرية لطهر بوتاش الحرية لياسر رويبح الحرية لكل السجناء والسجينات الحرية لرشيد مقراني منشلف شرطة شلف راح ليأسمو عمي عمي علي شاشو الحرية لعبد الله بنعم الحرية لفتحي غراس الحرية لكل من هو مسجون من أجل رأيه السياسي أو من أجل تضامنه ونشاطه مع عائلات سجنة الحرية للجزائر الحرية للجزائر دولة مدنية ماشي أسكن دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة هكذا حبوها المؤسسين في طامة بديل إسلامية ما احترام احترام كل أقليات العرقية والدينية والفكرية والمساواة هكذا قال عليها ما قاش للجيش والعسكر ولأن الجيش هو العمود الفقاري للدولة الجزائرية بل جعل من الشعب والنضال السياسي هو العمود الفقاري للحركة الوطنية التحرورية سلام الله عليكم نتلقى في ساعة الخير سلام